دكتور التعليم حياة صندوق قومي خيري نعرف يعني هي صندوق قومي خيري وإيه الملفات اللي بتشتغلوا عليها تحليل تمام هو صندوق التعليم حياة صندوق قومي وطني مصري 100% خيري غير هدف للربح والهدف الأساسي منه هو التنمية المستدامة للتعليم في مصر فكرة الصندوق الحقيقة هي إعادة إحياء لفكرة الوقف الخيري بمعنى أنه لا يتم الصرف من أصول الأموال ولكن يتم الصرف من العائد وده اللي بيضمن لنا التنمية المستدامة لأنه زي ما حضراتكم عارفين إذا الشخص طبرة بأموال أو طعام بتختفي مباشرة بتنتهي بالزبط كده فالصندوق داخله الأموال واستدعينا بعض البنوك بعض الشركات بعض المستثمرين من القطاع الخاص ورجال الأعمال الوطنيين اللي حطوا اكتتبوا وحطوا اتفتح الصندوق للاكتتاب وحطوا أموال الأموال دي بيتم استثمارها من شركة استثمار أموال لتحقيق عائد في نهاية العام ويتم استخدام هذا العائد في مشروعات للتنمية المستدامة للتعليم في مصر وده الحقيقة اللي بيضمن لنا الاستدامة لأنه على مر التاريخ في مصر كان فيه مبادرات قيمة جدا بدأت قوية ولكن يعني اختفت اختفت مع اختفاء المبالغ الملاية المخصصة لها بالزبط كده صحيح فهو ده علاج لهذا الموقف ان احنا دايما نبقى ضامنين ان احنا عندنا أموال ودايما ضامنين التنمية المستدامة